اللحظة دي بتبقى أسعد لحظة في حياة منشئ المحتوى ربط قناتك بجوجل أدسنس وأكيد حضرتك ما بتكونش فاهم التفاصيل بس خلينا نشتغل كمبتدئين أول حاجة هنعملها بعد تفعيل الشروط هو التطبيق الآن رقم واحد الموافقة على البنود واحنا بنوافق على البنود دي خطوة إجبارية مش بمزاجك غير إنك تعملها بعد الموافقة على البنود بيبدأ يلف ويلف ويلف ويمتم قبول القناة في الانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب بعد كده بنيجي على الخطوة التانية وهي الاشتراك في منصة أدسنس هعمل البدء هل لديك لا يوجد لدي أو لا أعلم أو نعم لدي أي واحدة من التالي هقول نعم لدي أي واحدة من التالي طلب مني الدخول إلى حساب جوجل أدسنس هل ده حساب جوجل أدسنس؟ لا هتقل على حساب بتاع قناتي أنا اللي عمل بيه القناة وحساب ده مش عليه أدسنس هوا بس بس مش عليه أدسنس هوا خالص ليه أنا اخترته لأنني عايز أعمل القناة بتاعتي بنفس ايميل ادسنس مش عايز أعمله بنفس ايميل ادسنس وهنا ببدأ أختار المنطقة المنطقة اللي اختارها هي مصر في خالص كده نختارها بأيدينا كده مصر ثواني نعمل زوب لنا عشان نشوف لأنني أعمش مش شايف مصر مصر هي التي فيه خاطري وفي دمي وحبها من كل روحي ودمي مصر 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 أنا مش شايف ضم الله أنا مش شايف فيه يكون حد سوائل 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 مصر هي مي مي ممي مصر ماشي؟ تماما بعد عندما معن مصر يقول لك ما هي بنواد خدمة قراءة في بنواد الخدمة هي تختلف من الدولة للدانيا فأقول له نعم أنا أريد بنواد خدمة واعمل أعداد للحساب ترد هل هنا مماجهة معلومات العميل هل معلومات العميل موجودة عندك؟ ترد لأنني اتفاجرها بص ده اللي انا هعمله. هعمل هنا فوزي. بص. ثواني. بص على اللي انا هعمله بالوقت عشان تكون متوحد فكرة. اول واحد عمل الكلام ده وما فيش حد عمل الكلام ده زيه. ماشي? استنوا. ليه يا جو? ليه يا جو? بتاعك مش شغال ليه? نطلعها بس وندخلها. ماشي? معلش. نفتح. خد بالك لان الكلام ده مش هتلقى حد شرع في المحتوى التعليمي كله. ماشي? يا عمي مش انت. انا عايز ده. ايفي. 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 تعالي هنا. ماشي? تعالي. هكتب هنا اهو هنا. هكتب اسم ايه? فوزي السي. اكتب اي اسم. كايرو. ايفي. اكتب هنا. كايرو. 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 ماشي? بعد كده تعالي على المدينة. اكتبها اسم. المقاطعة. اختار مسلا المقاطعة. اهو. ثواني. لانك لازم تقفلها بطاحتيني. انت تسهر لك صح. اهو. اصوار. ماشي? وصيبك من الرمز البريدي. واعمل ارسال. كده انا بادمن لك كبول حساب جوجل ادسنس بنسبة مليون في المية. بيانات اصلا مش موجودة. ايه ده متواحدة فكرة? ازاي انت عامل بيانات محدش عارف عنها حاجة. ايه. وهيتم كبولة في ادسنس. بعد لما يتم كبولة في ادسنس. هروح فاتح كده. جوجل ادسنس. واروح ماسك البطاقة بتاعتي. وابدأ اعمل تعديل على كل بياناتي بعد كبول. بص بعد الكبول. اهو. هروح جاي كده. انا خلاص عملت بقى فوزي والسايد وصلاح احمد. هروح داخل. على الحساب الاساسي بتاعي هو. سواء بالموبايل او كوميت لكل قد المرجعة. واجي كده على معلومات الدفع. واجي على الاعدادات. وابدأ اغير كل البيانات للبيانات الاساسية. طب ليه انا عملت الطريقة دي. هقول له حضرتك. انا عامل ادسنس باسمي. ومراطي في نفس البيت. فانا هعمل ادسنس جديد باسم مراطي. فلو عملت نفس البيانات اللي تحت. ممكن يترفض. ممكن يترفض. ففي الحالة دي انا عملت الطريقة دي. وبعد كده هعدل ببيانات مراطي اول ما يتم كبول جوجل ادسنس. والخطوة دي. علشان ما قابلش اي مشاكل اطلاقا عند كبول جوجل ادسنس. وانا كده كده هفعل قدام ببياناتي. وهفعل قدام ببطاقتي. وهفعل قدام بكل حاجة. لازم تفهم ان علشان اوصل للمرحلة دي. وفي الاخرة ترفض. الموضوع هيبقى متعب جدا. اديك حسابين او جوجل ادسنس بتاعك مفهوش معلومات دفع. او تم رفض جوجل ادسنس او اغلاقه. فحتقابل مشاكل كتير جدا خصوصا ان تغيير حساب جوجل ادسنس دلوقتي. بقى ياخد واحد وتلاتين يوم الى اتنين وتلاتين يوم علشان تغيره. انت فاهم انت داخل في ايه? فانت مش عندك فرصة هنا انك تقع. فتحط بيانات موك البيانات دي ما تكونش في بيانات زيها. فوز السيد احمد علي محمود اللي هو اخترع اسم مش يكون موجود. مش يكون موجود. وحطه في كايرو ومكان كذا كذا وقدروا في الاخر اختار اسوان. ان اسوان مش فيها مكان في كايرو ما فيها. اللي هو حاجة مختلفة بالنسبة لادسنس يحسن ايه? دائم الجديد. فهم? بعد كده لما تعدل البيانات هيطلب منك البطاقة. لما تبعط له البطاقة الاساسية هيتأكد ان كلامك صح. كده انت عندك فرصة انك تقول لحساب جوجل ادسنس يا جوجل ادسنس انا حساب قانوني. فهمتني? ده اللي حبيت اوضحه بالتفصيل وبناء على تجارب كتير جدا لأكتر من شخص عندهم ادسنس في نفس البيت عملوا نفس الطريقة. لان في ناس بتعمل في نفس البيت وتكتشف ان لديك حسابين. اصلا اخوية عامل وعد على كوموتر نفسه. بصا ما عندي يعني انا فتح هنا اهو. يعني تقريبا انا عادي اقول لك ان هنا فتح هنا خمسة ادسنس اهو بص ادسنس اتنين تلاتة ودي اربعة ادسنس. غير لعجوجل كرومس انا في جوجل على هنا. على اسمه ايه. على الماكروسوفت ادسنس. غير ده. فهم? يعني عندي خمسة ادسنس. اه عشان ما قابلش مشكلة. ما رحش اعلمي نفسي في التهلكة. وبكده انا ربطت القناة ب ادسنس. فيه ثواني. مش محتاج بقى مجهود هيبقى قادر تقدم فيه خلال من يوم الى يومين الى تلاتة الى سبعة ايام الى اربعتاشر يوم بعد كده مجاش هنكلم الدعم الفني وهيحل المشكلة في 24 ساعة هيتم قبول للمرحلة التانية والمرحلة التالية ساخد بالك انا داخل تحدي قوي جدا في القناة دي والتحدي ده هو انا فعلت القناة دي في اقل من 90 يوم بعشرين فيديو بدون اي مساعدة مني او من المتوحد فكرة لا القناة نفسها هي اللي بتجيب مشاهدات هي اللي بتجيب ساعة فحبيت اوضح لكو ولسه هنعمل فيديو ولسه هنوضح كل حاجة بالتفصيل التلات شهور هي مدة نجاحك على اليوتيوب لو اشتغلت بزكاية اما لو شغل بشكل عشوائي فممكن تقعد سنين وسنين 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 وانت محلك سر لا عارف تنجح ولا عارف توصل ولا عارف تعمل فيديوهات الناس بتدور عليها ولا حد هيعرف علشان كده كل اللي بقوله لك وانت بتقدم محتوى على يوتيوب قدم محتوى زو قيمة الناس بتدور عليه وبتحب وذكرت طريقتي في انشاء حساب جوجل ادسنس عشرين خمسة وعشرين وتفعيل الربح في اقل من ساعة قل من ساعة ساعة اقل من عشر الفيديو كم ساعة فيديوه كم ديئة سألنا كده بص الفيديوه كم ديئة فاقل من كم ديئة فاقل من تسعة دقيق نهنوضح فيك موسيقى موسيقى